اشتركوا في القناة من محابرات تعلم نظام ادارة معلومات الطلاب المصمم من قبل مركز الكفيل لتقنية المعلومات اليوم ان شاء الله انا وياكم راح ناقش السكشن الخاص بالدرجات المقطع الخاص بالدرجات طبعا هذا هو المقطع الخاص بالدرجات ضغطه طرعت هاي النافذة اللي تشوفوها انتم امامكم هذي النافذة ايضا راح ناقشها جزء جزء كل جزء راح ناقشها حلحدة هذا الجزء اللي تشوفونا اداء الشراء قدامكم لان كلهم عبارة عن درجات انا مسويهم في وقت سابق وعالهم للطلاب خليكون ببالكم كل واحدة عليها صح اهنانة معناتها انه حالة الدرجات جاهزة ومعلومة معلنة للطلاب واضح معلنة هاي الدرجات للطلاب زين خليني اجي انا وياكم زين الفوقها شنوه الفوقها انه ممكن انه اسوي فلتر فلتر اسوي بحث اوفد فلتر معين على مجموعة الدرجات اللي موجودة اهنانة بحيث انه اخذ فقط اللي اريده مثلا هنا عن طريق نوع الامتحان اقدر اسوي خليتها اول هنا عن طريق الشعبة اختار فالشعبة معينة انا سوي عليها مثلا هندس التقنيات الحاسوب المرحلة الرابعة شعبة اي ضغطتها واضح هنا حسب مادة محددة انا اختارها مثلا هذي اختارتها ايضا هنا حسب استاذ معين مثلا صفاء علي محمد اوكي واهنا مثلا حسب شهر معين اقدر اختار مثلا كويز وان شوف طلع عندي فقط كويز وان قبل شوي راح تقول لي مراحل الى انه كلهم هم مهندس التقنيات حاسوب مرحلة رابعة وهنا ايضا مرحلة رابعة بس والاستاذ نفسيته بس من سوت حسبك وزوان طلع اللي حسبك وزوان فقط اللي حسبك وزوان تاريخ الامتحان ايضا ممكن انه تختار تختار فترة فلان فترة الى فترة اخرى من الممكن مثلا من تلتعش خمسة الفين وعشرين مثلا الى خلنا نقول سبعة وعشرين خمسة اوكي تيجي تقول له اوكي اهنانة راح يفلتر لك تقدر تقول له امتحانات البارحة يستوردي بتقدر اللي هي اخر شهر اوكي كل دني تقدر تسويهن هسا تقلت له اوكي راح يختفن ليش اختفن اهنانة لانه انا اليوم ده شوف التاريخ اصلا اربعة عشر خمسة وانا خذت من طلتعش خمسة الى سبعة وعشرين خمسة ما معنات انه ما عندي امتحان اه ضمن هذا التاريخ اوكي ضمن هذا التاريخ اذا اريد ادرا اروح او اخرى هقول له اوكي وهذه ايضا شا قول له هنا ايضا راح اقول له اوكي واقول له اوكي هترجع عندي الامتحانات يعني هذا الفلتر حسب تاريخ الامتحان لغيته حسب عدد الطلاب ايضا تقدر تختار فمنطعش طالب خمسة واربعين طالب راح تقول لي مين هم دوني ثمنطعش والخمسة واربعين هذي تشوفها هذي عدد الطلاب خمسة واربعين وهنا عدد الطلاب وثمنطعش فهو استقم علوماته بالنسبة لعدد الطلاب منين من الكوزات اللي موجودة عندي هنا انا زين شو بقت عندي حالة الدرجات حالة الدرجات ايضا من الممكن انه اسوي فلتر عليها اوكي انه يعني معروضة للطلاب او ما معروضة وين هي راح تقول لي راح اقول لك هذي حالة الدرجات تشوفها حالة الدرجات فهذه كل واحدة من عندنا احنا تريد تلغي الفلتر تروح تقول له اول اهنا نوع الامتحان كذلك المادة مثلا ما اريد اريد اول اوكي والاستاذ اريد اول شهر اريد اول اوكي طلعت عندك كلهم لغيت الفلتر اللي موجودة عندي هذا بالنسبة للدرجات والفلتر ازا راح تسأل انه هذي اقدر اعدل عليها ايه نعم تقدر اتعدل عليها بكل سهولة شو نتعدل عليها بس تروح هنا تضغط على تعديل طلعت عندك الدرجات تشوفها امامك اهنانه واضح اجيت هنا علي محمد سالم جاسم طايته مثلا افن عشر خلي نقول عنه ياكم شوف انا مية وفن عشر رأسة انقل لي يعني لازم يكون حسب المدى مية من صدر الى مية ما عندي درجة اسمها مية وفن عشر فهنا طيته افن عشر طيته انتر واضح زيان اجيت هنا حتى اه 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 يعني احفظ لهالموضوع حالش حنطي انطي حفظ وتقدر قبل الحفظ شي سوي تشوف شو رح يسوي لك كل الدرجات اللي يعدلت عليهم انت هس بهاي الدخلة مالتك رح تظهر عندك باللون الاخضر واضح ورا ما خلصت تقدر تنطي شنو تقدر تنطي حفظ وتقدر تنطي انا رح انطي مثلا حفظ اوكي عندك انها رجوع رح يرجعك خطوة الى الوراء وانها لا رح تنتي هاي الدرجات وتخلص شوف من انطي تنهاء هل انت متأكد سوف تظهر الدرجات للطلاب رح يقول له نعم اذا قلت له نعم اوكي رح يعرض لي اياها واذا قلت له لا لا رح ما رح يعرض لي اياها وما رح يسوي للتغييرات حاليها. انا قلت له نعم. دي شوف هذي طلعت عندك بهال شكل هذا. تعديل مرة اخرى. اوكي هذا التعديل لو رجعت لنفس هذا الطالب اللي هو علي محمد سالم جاسم لشوف انه هو علي محمد سالم جاسم شبيه? انه الدرجة مالته دخلت عندي هنا انا وتحدثت. رح ارجع اقول له انها نعم. شبقى عندي هنا بقد عندي شغلة خليكون ببعلكم. خليكون ببعلكم اهنا شغلة. انه شون اسوي لستة درجات قائمة درجات جديدة. اوكي? فاهنا من هذا السكشن من هذا المقطع رح اعرف شون اسوي قائمة درجات جديدة. من ناحي اختار المادة? اختارت مثلين المادة هي برامجة الكمبيوتر. تاريخ الامتحان. من ممكن منها تختار تاريخ الامتحان. انا رح اختار خمسة خمسة. الفين وعشرين. الامتحان هذا شن هو? شهري كويزي كويز. رح ابلع مثلا. هذا شهر واحد. على سبيل المثال. شهر واحد. لنوع الامتحان. امتحان يومي. امتحان شهري. امتحان نصف سنة. امتحان اخر السنة. لا رح ابلع امتحان شهري. واضح? بعد ان ميلي اذني المعلومات اده شوفوها امامكم. رح اجيء انطي التالي. شوف انطيت التالي. طلع لهندسة التقنيات الحاسوب المرحلة الاولى. الدراسة الصباحية شابت بي. اسم المادة كمبيوتر بروغرامنج. وهذا الكود ماتي المادة. تاريخ الامتحان خمسة خمسة الفين وعشرين. شهر شهر اول. نوع الامتحان امتحان شهري. نجي تانو ياكم. هذا انطيته اثنين. هذا اه افوا هنا حق للملاحظات هذة. انطيت اهنان اربعة. اوكي انتر. حنا ودي اخذ هالدرجة. زين. امجد انطيته مثلا سبعة. هنا انطيته اه عشرة. اوكي? اهنا انطيته خمسة. وهكذا. راح تكون عندي. خلي فقط ان الدرجات حاليا جاهزات عندي. اوكي مثل ما قلنا فقط الدرجات اللي انت عدلت بها راح تظهرها امامك. هاي راح ترجع لك كل الدرجات ما اكتبت زين. شنو عندي? عندي الحفظ. حفظتها. زين راح تسال. ظهرت له الطلاب? لا. شوك التظهر? من انطي انها? زين اذا انطيته رجوع. طيته رجوع. شف سوالي هاي القائمة? هندسة التقنيات الحاسوب. مرحلة اولى شعبة بي. واكي بروغرامنج لانجوج. واكي كمبيوتر بروغرامنج. شهر اول اسمه الاستاذ. تاريخ الامتحان. عدد الطلاب واحد وثلاثين. بس المشكلة حالة الدرجات يشبيها. مظاهرة لم تكتمل لحد الان. ليش? لانه ما انطيته انها. انا ما انطيته انها. انطيته رجوع. بالتالي حتى اريد اذا اريد اعرضها للطلاب. راح ارجع تعديل. اوكي? ومع التعديل راح انطيه ما انطيه رجوع مثل ما انطيته قبل شوية. انطيته انها. شوف هنا هلا انت متأكد? سوف تظهر الدرجات للطلاب. راح انطيه شنو? راح انطيه نعم. بعد ان انطيته نعم. تشوفون هاي اخواني اساتيبتنا قائمة هاي جهزة. هاي القائمة اللي سويتها هسة. يعني انا سويت طبعا هذي. هندس التقنيات الحاسوب مرحلة اولى شابت بي والمادة واسم الاستاذ. وشنو حالة الدرجات صح قدامها. كاملة. كاملة درجات كاملة. اوكي? هذا اهم شي موجود بالمقطع بالسكشن مات الدرجات. اتمنى انه تكونون فهمتوه. اتمنى انه عرفنا كل احنا شون نسوي الدرجات للطلاب ونجهزها الهم. نحجبها عنهم او نخليها ما تعلمناها ان شاء الله. وان شاء الله راح نلتقي بمحابرات جديدة بابنه تعالى لشرح ما تبقى من نظام ادارة معلومات الجامعات. شكرا لكم وشكرا لاصغاكم وان شاء الله راح نلتقي بمحابرات قادمة بابنه تعالى. شكرا جزيلا.